السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات صف الثالث قسم الإلكترونيات وقسم الحاسبات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض المراجعة اللي احنا كنا بدأناها في الحلقة اللي فاتت بالنسبة لمادة التخطيط وإدارة الإنتاج احنا طبعا كنا عملنا مراجعة في الحلقة اللي فاتت مراجعة عامة على منهج التخطيط وكانت عبارة عن سؤال بإجابة وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض بقية المراجعة دي وزي ما انتوا عارفين طبعا إن الجزء الأخير في المنهج بيتكلم على كيفية عمل المؤيسات المختلفة بالنسبة لتخصص الإلكترونيات والحاسبات إن شاء الله النهاردة أنا عمل لكم مجموعة من المؤيسات المختلفة بحيث إن احنا نقدر نعرف نعمل المؤيسة أيا كان نوعها بقى زي ما انتوا عارفين طبعا إن في مؤيسات خاصة بالإنشاء اللي هي إنشاء الدوائر الإلكترونية وفي مؤيسات خاصة بالتركيب اللي هي تركيب الأجهزة الإلكترونية ومؤيسات للإصلاح اللي هي بتتكلم على كيفية حساب التكاليف اللازمة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية زي إصلاح جهاز كمبيوتر مثلا وفي مؤيسة تجميع أو إعداد هنبدأ مع بعض دلوقتي في بعض الأسئلة النظرية الأول نخدها مع بعض وبعدين بعد كده نخش على المؤيسات تعالوا مع بعض نبص كده على أول سؤال طبعا إحنا كنا وقفنا في المراجعة الحلقة اللي فاتت عند أنواع الشراء داخل الحكومة والقطاع العام ويمكن السؤال ده تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت كان بيقول لي أذكر أنواع الشراء داخل الحكومة والقطاع العام أول حاجة طبعا من طرق الشراء المناقصات والمنقصة بتنقسم إلى ثلاث أنواع فيه منقصة عامة ومنقصة محدودة ومنقصة محلية وطبعا أنتم عارفين أن المناقصة دي إحدى طرق الشراء داخل الحكومة والقطاع العام ودي الغرض الأساسي منها حماية المال العام المملوك للدولة وهي بتكون عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية بتتخذها الجهة وتنظم طبعا بتنظم عمليات البيع والشراء داخل الحكومة وزي ما قلنا المناقصة فيه منها ثلاث أنواع منقصة عامة ومنقصة محدودة ومنقصة محلية المناقصة العامة من اسمها كده يعني معناها بتخضع لمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص يعني المناقصة دي بيتم الإعلان عنها محليا ودوليا في وسائل الإعلام أو في الصحف اليومية بهدف توسيع نطاق المشاركة يعني معناها كده أن الجهة الحكومية لما تكون محتاجة أن هي تشتري مستلزمات سواء إذا كانت مثلا أجهزة أو معدات أو خلافه وبتتكلف مبالغ كبيرة فحماية للمال العام المملوك للدولة بيتم الإعلان عن المناقصة بحيث أن شركات كتير تيجي تقدم وتقدم عطاءات بحيث أن هم يبعو لنا المستلزمات اللي احنا محتاجينها دي وبتتشكل لجنة بعد كده وتختار أفضل سعر يعني أقل سعر وأحسن جودة المناقصة التانية اسمها المناقصة المحدودة والمناقصة التالتة اسمها المناقصة المحلية المناقصة المحدودة طبعا زيها زي المناقصة العامة لكن الاختلاف أنه ما بيتمش النشر في الحالة دي يعني المناقصة المحدودة بيتم دعوة مجموعة من الشركات عن طريق طبعا خطابات مسجلة أو عن طريق الفاكس علشان يتم مشاركتهم في المناقصة لكن بتسري عليها بقية الأحكام المناقصة المحلية طبعا بتكون مناقصة صغيرة ودي بتكون في نطاق المحافظة اللي بيتم فيها التعاقد النوع الثاني من طرق الشراء الممارسات والممارسات بتنقسم برضو لأنواع الممارسة العامة والممارسة المحدودة والممارسة بشكل عام برضو بنقول هي من طرق الشراء داخل الحكومة ودي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية بتتخذها الجهة طبعا بغرض الحصول على عروض أسعار لإتمام عملية الشراء بصورة سهلة وسريعة وده بيكون بالنسبة للأعمال أو المستلزمات النمطية طيب تالت طريقة من طرق الشراء الشراء بالأمر المباشر وشراء بالأمر المباشر يعني معناها لا هنعمل مناقصة ولا هنعمل ممارسة شراء بالأمر المباشر يعني بيتم بموافقة السلطة المختصة يعني بنحدد الجهة اللي احنا عايزين نشتري منها المستلزمات وبنشتري منها على طول بموافقة السلطة المختصة زي ما قلنا وده بيكون في بعض الحالات يعني لحماية المال العام برضو لأن عملية الشراء بالأمر المباشر ديت بتتم بالنسبة مثلا للمستلزمات التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته أو جهة معينة يعني مثلا معدات معينة أو مستلزمات معينة موجودة عند شركة هي اللي بتستوردها مفيش اللي هي فطبيعي أن أنا هشتري منها لأن ما فيش قدامي حد غيرها فهنا في الحالة ديت أستخدم طريقة الشراء بالأمر المباشر أو ممكن طبعا بيتم برضو في الحالات اللي بيكون بيتم فيها تحديد الأسعار من الجهات الحكومية يعني الأسعار محددة مسبقة فبالتالي أن أنا هشتري على طول لأن السعر سابت مش هحتاجي أعمل مناقصة ولا ممارسة وبرضو بتتم في حالات أخرى زي المستلزمات اللي بينص شراءها من مكان معين طبقا لطلب العميل يعني العميل اللي عايز مني منتجات معينة أو طلبية معينة هو بيشارت أن أنا أجيب له المواد الخام مثلا أو المستلزمات دي من جهة معينة فخلاص أنا هجيبها لهم المكان اللي هو عايزه وبرضو بتتم في حالة الشراء من الجهات الحكومية أو من شركات القطاع العام الطريقة الرابعة بقى من طرق الشراء السلفة والسلفة بتنقسم إلى قسمين سلفة مؤقتة والتانية اسمها سلفة مستديمة والسلفة دي بنقول هي طريقة برضو من طرق الشراء ودي بتبقى عبارة عن مبلغ بيعهد به إلى أحد الأفراد العاملين في الوحدة الانتاجية وبهدف شراء بعض المستلزمات وبإحضار فطورة تثبت هذا الشراء يعني حد من العاملين مثلاً اللي موجودين في الوحدة الانتاجية بياخد مبلغ من الحسابات على زمة شراء أصناف معينة أو مستلزمات معينة ودي بتكون طبعاً مصروفات نسرية أو مصروفات بسيطة مش محتاجة إن إحنا نعمل مناقصة أو ممارسة أو نجيب عروض أسعار فبتبقى أعمال بسيطة خالص يعني نيجي نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لي ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من مسؤوليات المخازن توفير وقت وجهد أفراد الإنتاج السؤال ده صح أو غلط؟ طبعاً الإجابة صحيحة طيب نقطة تانية يجوز الشراء بالأمر المباشر بموافقة السلطة المختصة أو السؤال اللي احنا كنا لسه قيلينه دلوقت من طرق الشراء داخل الحكومة الشراء بالأمر المباشر طبعاً الإجابة صحيحة رقم 3 لا يجوز الترخيص بأكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد في نفس الوقت يعني معناها إيه؟ معناها أن إحنا أدينا لأحد الأفراد العاملين في الوحدة الإنتاجية مبلغ على زم شراء مستلزمات معينة ولسه ما جابش الفاتورة اللي تثبت هذا الشراء هل يجوز أن أنا أدي له سلفة تانية علشان يشتري مستلزمات تانية؟ طبعاً لا ماينفعش لازم يجيب فاتورة تثبت أنه هو اشتري المستلزمات الأولانية اللي كانت مطلوبة منه ويسدد السلفة الأولى وبعد كده ياخد سلفة تانية يبقى لايه جوز الترخيص بأكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد في نفس الوقت الإجابة طبعاً صحيحة رقم 4 الأصناف المستديمة هي التي من طبيعتها تفنى بالاستعمال تفنى يعني بتخلص وهنا طبعاً من اسمها كده يعني حتى لو أنت ما كنتش قرية السؤال ده قبل كده الأصناف المستديمة الأصناف المستديمة يعني من طبيعتها أن هي دائمة ما بتخلصش بالاستعمال ودي زي مثلاً إيه زي المعدات زي المكاتب زي الدوليب خلاص زي المكاتب الحاجات اللي احنا بنستخدمها وتفضل زي الأجهزة اللي احنا بنستخدمها وموجودة في مدارسنا حتى والمعدات بنستخدمها وتفضل موجودة ما بتخلصش فيبعدها تسمعها أصناف إيه أصناف مستديمة لكن الأصناف زي المواد الخام دي بتكون معدة للاستهلاك أصناف مستهلكة يعني لو بنستخدمها بتخلص زي مثلا أنواع الوقود وزي كل أنواع الخامات اللي بنستخدمها في التخصصات المختلفة في مدارسنا بستخدمها وبتخلص فيبقى اسمها أصناف ايه؟ معدة للاستهلك طب الأصناف المستديمة هل معنى كده؟ إنها هتفضل مستديمة طول العمر لا بعد فترة معينة يعني بعد عدد من السنوات الأصناف ديت أو المعدات أو الأجهزة ديت خلاص بتتلف ولا يجد فيها الإصلاح ما بتنفعش يتعمل لها صيانة تانية فبترجع بقى للمخزن مرة تانية ويبقى في الحالة ديت اسمها أصناف ايه؟ أصناف غير صالحة اللي هي خردة أو كهنة يبقى هنا نرجع للسؤال تاني بيقول لي الأصناف المستديمة هي التي من طبيعتها تفنى بالاستعمال لا طبعا الإجابة خطأ السؤال اللي بعدين بيقول لي التدريب خدمة من خدمات ما بعد البيع صح ولا غلط يمكن كنا تكلمنا قبل كده برضو على خدمات ما بعد البيع ويمكن كنا قلنا خدمات ما بعد البيع بتنقسم لإيه؟ في عندي حاجة اسمها النقل والتركيب دي أول خدمة يعني في بعض المعدات أو الأجهزة بتحتاج الشركة المصنعة بتحتاج النهاية تنقلها لحد العميل في مكانه وتركبها له وتسلمها له شغالة زي مثلا أجهزة التكييف مثلا دي بديت خدمة من خدمات ما بعد البيع اللي هي النقل والإيه؟ والتركيب عندك خدمة الصيانة والضمان برضو من خدمات ما بعد البيع الخدمة التالتة التدريب والتدريب برضو بعض الشركات أو المصانع اللي هي بتبيع معدات أو أجهزة معينة بتعمل دورات تدريبية لو كانت بتبيعها مثلا لشركات أو مصانع أخرى بتعمل دورة تدريبية للعمال أو الفنيين اللي موجودين علشان تعرفهم كيفية تشغيلها يبقى خدمات ما بعد البيع دي خدمات الشركة بتقدمها يا إما مجانية يا إما بأسعار أو بمبالغ رمزية زي ما قلنا النقل والتركيب الضمان والصيانة والتدريب يبقى عندي السؤال بيقول لي التدريب خدمة من خدمات ما بعد البيع صح أو اللي غلط؟ طبعا الإجابة صحيحة نشوف فقا السؤال اللي بعدين بيقول لي اختر من المجموعة واحد ما يناسبها من المجموعة اتنين وصل يعني المخزن الإقليمي المخزن الإقليمي كنا خدناه برضو الحلقة اللي فاتت وقلنا أنواع المخازن ثلاث أنواع فيه مخزن رئيسي ومخزن إقليمي ومخزن فرعي المخزن الإقليمي هنا معناه إيه؟ رقم أربعة تحت بنقول هو الذي ينشأ لخدمة الجهات والمناطق المحيطة به طيب التسويق هتروح لرقم واحد هي عملية دراسة الأسواق لتحديد مواصفات المنتجات رقم ثلاثة المناولة هي الحركة الدائبة للأصناف والنشاط الأساسي داخل المخازن والمنولة برضو زي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت المناولة بتنقسم لقسمين منولة يدوية ومنولة آلية السؤال رقم أربعة بيقول لي التدريب لسأيلين وحالا خدمة من خدمات ما بعد البيع رقم خمسة من أعمال المخازن استقبال المنتجات وأعدادها للشحن نشوف السؤال اللي بعدها بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأكواس التكلفة الغير مباشرة يصعب ربطها بوحدة منتج معين ولا لا يصعب ربطها بوحدة منتج معين ولا يكون تخصصها للمنتج أو الطلبية طيب تعالوا مع بعض كده نعرف الأول يعني إيه التكلفة الغير مباشرة يمكن زي ما خدنا برضو سؤال في الحلقة اللي فاتت وقلنا التكلفة الغير مباشرة هي مصاريف إضافية بيتم تحملها على التكلفة الأولية للمنتج وهي بيصعب ربطها بوحدة منتج معين وفي الغالب المصروفات ديت طبعا بتنقسم لجزء بتبقى اسمها خامات غير مباشرة يعني خامات باستخدمها ولكنها لا تظهر في المنتج زي مثلا مساعد اللحام زي زيوت التزييد زي الشحم في حاجات بنستخدمها وبيتدفع فيها فلوس طبعا ولكنها ما بتظهرش في الشغلة بعد انتاجها ففي الحالة ديت بنسميها مصروفات غير مباشرة وفيه جزء تاني بيتصرف على الأجور وبنسميها أجور غير مباشرة زي أجور العمال أو الإداريين اللي ما بيقوموش فعلا بالانتاج زي المديرين وزي رؤساء الأقسام وزي الحسابات طيب لو جينا بقى رجعنا هنا تاني للسؤال فهنا بيقول لي التكلفة الغير مباشرة يصعب ربطها بوحدة منتج معين ولا لا يصعب ربطها بوحدة منتج معين ولا يكون تخصيصها للمنتج أو الطلبية من التعريف اللي احنا قلناه يصعب ربطها بوحدة منتج ايه؟ معين تبقى الإجابة الأولى طيب السؤال التاني بيقول لي مرتبات المحاسبين والسكرتاريا وإدارة المشروع تتبع؟ اه؟ انا لسه ايه لها حالا هنقول ايه؟ تكاليف التسويق والبيع ولا تكاليف متغيرة ولا تكاليف الإدارة والتمويل هتبقى تكاليف الإدارة والتمويل رقم ثلاثة التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم وزمن الانتاج تكاليف التي لا تتغير يبقى معناها سبتة طيب تعالوا نشوف كده الإجابات تكاليف متغيرة ولا تكاليف سبتة ولا الإسنين معا طبعا تكاليف سبتة رقم أربعة بيقول لي تكلفة الخامات والأجور تتبع التكاليف الغير مباشرة ولا تكاليف المنتج ولا التكاليف المباشرة طبعا هنا تكلفة الخامات لها الخامات الأساسية اللي بتظهر في الشغلة بعد إنتاجها وأجور العمال المكلفين فعلا بالإنتاج دي بنسميها تكاليف إيه؟ مباشرة طيب رقم خمسة تستخدم تكاليف الشغلة في حالة الأنشطة التي تنتج منتجات منتجات إيه بقى؟ خدمية ولا متنوعة المواصفات والكميات ولا ذات عدة مراحل إنتاجية متتابعة؟ طبعا نعرف الأول يعني إيه؟ طريقة تكاليف الشغلة في طرق مختلفة لحساب التكاليف عندك الطريقة الأولانية اللي هي تكلفة الشغلة الشغلة يعني الطلبية ودي بتستخدم في حالة حساب تكاليف المنتجات اللي بتكون متنوعة المواصفات والكميات لأن طبعا المصنع بيستنى لما العميل ييجي يتعاقد معاه ويحدد المواصفات والكميات اللي هو عايزها وبعدين بعد كده يبدأ ينتجها فهنا في الحالة دي طريقة تكاليف الشغلة هنستخدمها في حالة إيه؟ في حالة المنتجات المتنوعة المواصفات والكميات طبعا ما لإيه بقى؟ الحاجة التانية اللي هي المكتوبة اللي هي الخدمية الطريقة التانية اللي هي الخدمية دي دي في حالة المنتجات اللي هي بتكون خدمية يعني خدمة زي ايه؟ زي النقل والمواصلات زي مثلاً الكهرباء، زي الميا، زي الاتصالات التليفونية كل ديت خدمات يبقى في الحالة ديت الطريقة ديت تصلح لحالة ايه؟ لحالة تكاليف الخدمات التالتة ذات عدة مراحل انتاجية متتابعة ودي بتصلح برضو في الحالات المنتج فيها بيمر بعدة مراحل متتابعة كل مرحلة فيها بتعمل عملية معينة على المنتج بحيث ان لما يوصل لآخر مرحلة يكون منتج كامل الصنع ومنتج نهائي يبقى السؤال بتاعي بقى بيقولي تستخدم تكاليف الشغلة في حالة الانشطة اللي بتنتج منتجات ايه؟ نقول منتجات متنوعة المواصفات والكميات نروح للسؤال اللي بعديها بيقولي اذكر المفهوم العلمي للعبارات الآتية تعريفات يعني مقدار التكاليف الكلية مضافا اليها هامش الربح يبقى هنا هنقولي ايه؟ سعر البيع تكاليف الكلية واضيف اليها الربح يبقى ده اسمه سعر البيع رقم اتنين جميع ما يصرف على تصويق الانتاج وتوزيعه دي طبعا اسمها تكاليف التصويق والبيع رقم ثلاثة التكاليف الاضافية التي يتم تحميلها على التكلفة الاولية للانتاج وهي مصروف عام لا يمكن تخصيصه لوحدة منتج معينة كنا لسا بنتكلم عليها في السؤال السابق اللي هي التكاليف الغير مباشرة رقم اربعة يقولي اتخاذ قرارات ادارية بتصفية بعض الانشطة الخاسرة وتحديد جدوى الانفاق عليها لتحويلها الى انشطة رابحة طيب دي بنسميها ايه؟ التكاليف المعيارية النقطة اللي بعديها بل مستوى النشاط او حجم الانتاج الذي عنده تتساوى ايرادات المبيعات مع اجمال التكاليف وعند هذه النقطة لا يحقق المشروع ربح او خسارة دي طبعا هنسميها نقطة التعادل يعني حجم الانتاج اللي في الحالة دي المصنع لا هيحقق ربح ولا هيحقق خسارة يعني لو انتك كمية معينة من المنتج ده هتبقى اجمالي التكاليف اللي صرفها قد الارادات الفلوس الارادات اللي هو جاتله من المبيعات في الحالة دي تلكسب ولا خسر حجم الانتاج هنا ده نسميه نقطة الايه؟ التعادل اي زيادة بقى عن هذه النقطة او عن حجم الانتاج ده هيحقق ربح واي نشاط يقل عن نقطة التعادل هيحقق خسارة تعالوا نشوف السؤال اللي بعديها بيقول لي اسلوب شراء يشبه الامر المباشر ولكن بتتبع في حالة المبالغ البسيطة وللمدير المختص ان يسمح بهذا الاسلوب عن طريق دفع المبلغ مباشرة للمحلات واخذ فاتورة تثبت هذا الشراء اول سؤال بدأنا بالحلقة فاكرين كان ايه هو؟ السلفة يبقى ده التعريف السلفة هي ايه؟ اسلوب شراء بيشبه الشراء بالامر المباشر ولكن بتتبع في حالة المبالغ البسيطة وبيتم عن طريق دفع المبلغ مباشرة للمحلات واخذ فاتورة بتثبت هذا الشراء بيقول لي اذكر المواصفات الفنية المطلوب ذكرها عند شراء المقاومات طبعا فيه سؤال بيجي لك في الامتحان مهم يقول لك اذكر المواصفات المطلوب ذكرها عند شراء كل من ويحدد لك بعض العناصر او بعض الاجهاز تعالوا نقولهم مع بعض بسرعة بالنسبة للمقاومات مواصفاتها ايه؟ اول حاجة النوع اذا كانت سابتة او متغيرة او شبه متغيرة كربونية او سلكية تاني حاجة القيمة الاولية بالاوم او بالكيلو اوم او الميجا اوم تالت حاجة قدرة المقاومة بالميلي وات او بالوات رابح حاجة اقصى درجة حرارة تتحملها المقاومة ورقم خمسة نسبة الخطأ في قيمة المقاومة موجب او سالب كم في المية؟ ممكن تبقى خمسة في المية عشرة في المية طيب ما هي برضو المواصفات الفنية؟ الواجب ذكرها عند شراء المكسفات اول حاجة النوع برضو نوع المكسف هل هي سابتة؟ مكسفات سابتة زي المكسف الورقي او المايكا او مكسف السراميك او مكسف كيميائي او مكسفات نصف متغيرة اللي هو التريمر او مكسف متغير اللي هو بيكون مكسف هوائي تاني حاجة سعة المكسف بالمايكروفراد او النانو فراد او البيكو فراد تالت حاجة ضغط التشغيل بالفولت رابح حاجة اقصى قيمة لضغط التشغيل بالفولت يعني اقصى جهد هيتحمله المكسف خمسة نسبة الخطأ موجب او سالب برضو كم في المية؟ ما هي المواصفات الفنية؟ المطلوب ذكرها عند شراء الدوائر المتكاملة اللي هي الـ IC اول حاجة الرقم المكتوب على جسم الدائرة المتكاملة احنا عارفين طبعا ان كل دائرة متكاملة كل IC بيبقى عليها رقم الرقم ده هو بيدل على المواصفات بتاعة الـ IC ده هي يعني زي مثال بسيط انتو كلكوا طبعا عملتوا تمارين في العمل باستخدام المزبزب اللي هو الـ IC الثلاث خمسات او المؤقت الثلاث خمسات بتلاقي الـ IC مكتوب عليه ايه؟ ثلاث خمسات فرقمه ثابت وقت محتاجه لما باجا روح الشريع ما بقولش انا عايز IC وخلاص بقول انا عايز IC رقم كام؟ رقم ايه؟ ثلاث خمسات فكده الرقم ده بيدل على المواصفات بتاعة الـ IC فيه IC تاني مشهور برضو انتو عملتوا بيه تمارين وعندوكوا في الرسم الفني اللي هو المكبر التشغيلي اللي هو الـ IC 741 طيب يبقى كل IC وليها رقم يبقى ده اول حاجة بذكرها في المواصفات الفنية ثاني حاجة نوعها هل الـ IC ده يترقمية ولا خطية وثالث حاجة عدد الارجل بتاعة الدائرة المتكاملة يعني ليها كم طرف في بعض الاجهزة بقى لما بنيجي نشتري اي جهاز زي مثلا مولدات الزبزبات زي جهاز الاوسليسكوب زي التلفزيون زي كمبيوتر اي جهاز لما بيجي روح اشتريه لازم اذكر المواصفات الفنية اللي بتحدد مواصفات الجهاز ده وهيشتغل في ايه؟ طيب عندك طبعا بالنسبة لبعض الاجهزة اول حاجة مولد الزبزبات مولد الزبزبات اول شرط او اول حاجة لما اجي اذكرها بقول ايه؟ نوع الجهاز هل هو مولد زبزبات للتردد المنخفض ولا للتردد العالي ولا متعدد الوظائف طيب تاني حاجة الاشكال الموجية التي يمكن الحصول عليها منه موجة جايبية ولا موجة سن منشار ولا موجة مربعة ولا غيرها ما احنا عارفين طبعا ان مولدات الزبزبات هيا من خلالها بيمكن انتاج عدد كبير من الاشكال الموجية يبقى لازم احدد طبعا الجهاز اللي انا محتاجه انا عايزه يولد زبزبات شكلها ايه؟ ثالث حاجة نوع وقيم الطيار وجهد التشغيل رابح حاجة قدرة الخرج بالوط السؤال اللي بعدها بيقول لي اسكر المواصفات الفنية المطلوب ذكرها عند شراء مولد النموذج طيب جهاز مولد النموذج لما يجي اسكر مواصفاته اول حاجة نوعه هل هو عادي ولا ملون وطبعا انتو عارفين ان جهاز مولد النموذج احنا بنستخدمه في ايه؟ في اختبار اجهزة التلفزيون في ضبط كمان واختبار الاعطاء لاجهزة ايه؟ التلفزيون وضبط الخطية الافقية والرأسية وضبط الابعاد الهندسية للصور زي ما انتو عارفين وعندوكو تجربة في معمل النظم كمان باستخدام مولد النموذج المولد ده بيعرض بعض الاشكال او الثور بتظهر على شاشة التلفزيون فمن خلالها بنقدر نحدد العطل اللي موجود خلاص في الابعاد الهندسية للصورة طبعا في منه انواع على حسب برضو التلفزيونات زي ما انتو عارفين ان فيه تلفزيون ملون وفيه تلفزيون ابيض واسود فبرضو مولد النموذج في منه نوع عادي وفيه نوع ملون تاني حاجة الصناعة ياباني امريكي صيني او غيرها عدد الاشكال التي يمكن الحصول عليها اللي انا كنت لسه بتكلم عليها اللي هي النماذج او الصور اللي ممكن اظهرها على شاشة التلفزيون رقم اربع الامكانيات بال او سيكام رقم خمسة قيمة طيار وجهد التشغيل السؤال اللي بعديه بيقول لي اذكر المواصفات الفنية المطلوب ذكرها لشراء جهاز الاوسيلسكوب اول حاجة طبعا نوع الجهاز هل الاوسيلسكوب اللي انا محتاجه زو شعاع واحد ولا زو شعاعين ولا اربع اشعة تاني حاجة قطر الشاشة بالبوصة او بالسنتيمتر شكل الشاشة مستديرة او مربعة حدود التردد مع تغيير نسبة التردد الحساسية بالملي فولت لكل سنتيمتر القاعدة الزمنية للتحريك الافكي القدرة وضغط التشغيل واخر حاجة قيمة التردد وليكن اربعين ميجا هرتز اذكر المواصفات الفنية المطلوب ذكرها عند شراء جهاز الافو میتر الرقمي كلنا بنستخدم الافو میتر لما نيجي نروح نشتري جهاز الافو میتر في انواع كتير مختلفة لازم احدد مواصفات الجهاز اللي انا محتاجه اول حاجة منها مدى القياس للطيار يعني يقدر يقيس طيار كهربي لحد كم امبير مدى القياس للجهد يعني يقيس الجهد لحد كم فولت مدى القياس للمقاومة حساسية الجهاز قدرة الجهاز على قياس كلا من الجهد والطيار المستمر والمتغير قدرة الجهاز على قياس سعة المكسفات وحس الملفات واختبار صلاحية الموحدات والترانزستورات لان زي ما انتم عارفين ان في اجهزة ايفوميتر طبعا مش بتقيس جهد وطيار ومكاومة بس لا بيبقى فيها كمان امكانية لاختبار الموحدات واختبار الترانزستورات واختبار المكسفات والملفات رقم سبعة درجة الدقة زي مثلا موجب او سالب 2% او موجب او سالب 5% وكلما الدقة بتاعت الجهاز تكون عالية كلما يكون افضل لانه هيديني قياسات صحيحة ونسبة الخطأ فيها تبقى قليلا نبدأ بقى نتكلم على المؤيسات ما هو الغرض من عمل المؤيسات الغرض من المؤيسات معرفة تكاليف انشاء او اصلاح او تجميع او تركيب الاجهزة الالكترونية وعمل التوصيلات اللازمة يعني معناها لو انت مثلا عندك مركز سيونة وحد جايب لك جهاز كمبيوتر مثلا وفي عطل معين وبيقول لك شوف لي الجهاز دوات هيتكلف قد ايه طبعا المفروض ان سيادتك ما بتروحش واخد الجهاز وبعدين تقول له اه الجهاز دوات هيتكلف كذا وخلاص وتضرب اي رقم لا لانك ممكن بعد كده لما تيجي تعمل الجهاز وتصلحه وتخلص المطلوب تيجي تلاقي ان تكلف اكتر من اللي انت حددته في البداية بالنسبة برضو لأجهزة الالكترونية في المصانع في الشركات اي حاجة بيتم تصنيعها قبل ما تتنفذ لازم يتعمل مؤيسة الاول لازم نحدد فيها الخامات المطلوبة اجر العامل اللي هيشتغل المصاريف الغير مباشرة الارباح قد ايه عشان اقدر احدد سعر البيع بتاع المنتج دوت اقدر احدد هو هيتكلف كام وانا هكسب قد ايه خلاص يبقى انا عندي كده كام نوع من المؤيسات هيبقى فيها عندي مؤيسة انشاء ودلغرض منها حساب تكاليف انشاء الدوائر الالكترونية سواء كانت بقى دوائر مكبرات او اجهزة ارسال او استقبال النوع التاني مؤيسة اصلاح ومؤيسة الاصلاح زي ما قلنا الاجهزة الالكترونية زي اصلاح جهاز كمبيوتر او جهاز تلفزيون النوع التالت مؤيسة تجميع زي مثلا حساب تكاليف تجميع جهاز كمبيوتر والربعة اسمها مؤيسة تركيب ودي الغرض منها حساب التكاليف اللازمة لتركيب الاجهزة الالكترونية وعمل التوصيلات اللازمة يبقى ندص كده على السؤال بقى تاني الغرض من المؤيسة زي ما عارفنا معرفة تكاليف انشاء او تركيب او تجميع او اصلاح الاجهزة الالكترونية وعمل التوصيلات اللازمة لاي عملية السؤال اللي بعديها بيقول ما هي العناصر الاساسية التي تجتمل عليها المؤيسات يعني اي مؤيسة بتتكون من ايه اول حاجة تمن الخمات وبعدين اجور العمال وتمن الخمات زائد اجور العمال زي ما احنا شايفين كده على الشاشة اسمها التكاليف الاولية وبعدين المصاريف الغير مباشرة لو جمعنا التكاليف الاولية زائد المصاريف الغير مباشرة هيبقى اسمها تكاليف الانتاج وعندي الارباح اللي هو المكسب يعني لو ضفت الارباح على تكاليف الانتاج يبقى دي اسمها التكاليف النهائية او سعر البيع طيب فيه سؤال مهم ويمكن بيتكرر كتير في الامتحانات بيقولك ما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص اللي يكون بعمل المؤيسات هل ينفع اي شخص يعمل مؤيسة ويطلعها صحيحة ويطلع التكاليف المطلوبة صح لا لازم يتوفر فيه بعض الشروط الهم اول الشروط دي ايه اول حاجة ان يكون على اتصال دائم بالحياة العملية يعني لازم يكون فني متخصص في المجال بتاعه طيب تاني حاجة ان يكون ملما بمواصفات الخامات والاجهزة وقطع الغيارة التي تلزم العمل ثلاث حاجة ان يكون على اتصال دائم بالاسواق لمعرفة تطور الاسعار اولا باول رابح حاجة ان يكون ملما بما يلزمه لتنفيذ المؤيسات المختلفة حتى تكون تقديراته مضبوطة لازم يكون عارف المؤيسة بتشتمل على ايه وايه الحاجات اللي هو هيحتاجها عشان ما ينساش حاجة وبعد ما يخلص ويجي في الاخر بعد ما يجي ينتج او يعمل الشغلانة المطلوبة يلاقي ان في حاجة نسيها فيضطر يعمل مؤيسة تكملي رقم خمسة ان يكون فني متخصص ويكون دقيق التقدير في حالة الصيانة والاصلاح نيجي بقى نشوف كده مؤيسة مع بعض ونعرف الخطوات بتاعتها تتم ازاي وده سؤال اساسي بيجي لك في الامتحان وعليه درجة كبيرة بيقول لي احسب التكاليف الكلية لعمل مؤيسة انشاء جهاز راديو ترانزيسور كما هو موضح بالشكل زي ما احنا شايفين كده دي دايرة الكترونية بتاعة جهاز راديو ترانزيسور راديو بسيط وعايز اقول حاجة مؤيسات الانشاء ايا كانت بقى سواء كانت جهاز استقبال جهاز راديو زي اللي قدامنا اللي على الشاشة دوت او دايرة مثلا جهاز انذار او جهاز ارسال او دايرة مكبر الكتروني ايا كانت الدايرة الالكترونية مش هتختلف وهتبقى طريقة المؤيسة واحدة اول خطوة احنا بنطلع العناصر اللي موجودة في الدايرة ونكتبها في الجدول بتاع المؤيسة تعالوا نبص مع بعض كده هعمل الجدول بتاع المؤيسة الاول وكلنا عارفين التأسيمة بتاعت الجدول اول خانة بنقول المسلسل او التسلسل يعني الخانة التانية الصنف وبعدين الوحدة الخانة اللي بعدها الكمية وبعدين ثمن الوحدة وتمن الكمية والاجور والتكاليف ابدأ انا اطلع العناصر اللي موجودة في الدايرة الالكترونية اللي قدامك وتكتبها هنا في الخانة بتاعت الصنف طيب الدايرة اللي كانت قدامنا كان اول حاجة فيها ايه كان ترانزيسور وكان نوعه بي ان بي رقمه مكتوب على على الدايرة فاروح كتب الرقم برضو هنا ان كي تي اتنين وسبعين الوحدة بالعدد يعني انا لما اجا اشتريب اشتريب العدد مش بالكيلو الكمية كان ترانزيسور واحد الله حد هيقول لي لا ده كان فيه ترانزيسورين في الدايرة لا الترانزيسور التاني بص عليه كويس في الرسمة هتلاقي مكتوب عليه رقم مختلف مكتوب عليه AC 128 يبقى ده نوع وده نوع اخر ثمن الترانزيسور يبقى في حدود كام 3 جنيه وعايز اقول حاجة احنا بنكتب الاسعار طبعا اسعار تقريبية يعني تكون قريبة من الحقيقة يعني مش شرط ان كل الطلبة ولادنا يكتبوا الاسعار كلها زي بعض فالاسعار بتكون ايه تقريبية فالترانزيسور هنعمله كام 3 جنيه يبقى ثمن الكمية 3 جنيه لانه هو ترانزيسور واحد رقم اتنين كان فيه ترانزيسور تاني بقى BNB رقمه AC 128 برضو بالعدد الكمية كان واحد السعر بتاعه برضو 3 جنيه يبقى ثمن الكمية 3 جنيه رقم ثلاثة محول تردد عالي بالعدد برضو الكمية واحد ثمن الوحدة المحول ب5 جنيه لو حد عمل 6 جنيه 7 جنيه مفيش مشكلة احنا بنقول اسعار ايه تكون قريبة من الحقيقة ثمن الكمية هيبقى 5 جنيه برضو رابح حاجة كان فيه مكسف متغير موجود في الدايرة الوحدة برضو بالعدد الكمية كان مكسف واحد وسعره ب2 جنيه ونص ثمن الكمية هيبقى 2 جنيه ونص وطبعا احنا بنكتب في خانة القروش ها الخمسين قرش اهي بنكتب في خانة الوحدة يعني في خانة للجنيه وخانة للكرش نقطة اللي بعديها كان فيه عندي مفتاح مفتاح ON وOFF برضو بالعدد الكمية واحد ثمنه 2 جنيه يبقى ثمن الكمية هيبقى برضو 2 جنيه رقم 6 مكومات مختلفة القيم بالعدد كان فيه عندي 3 مكومات الوحدة بخمسين قرش يبقى ثمن الكمية هيبقى جنيه ونص لان انا بضرب الكمية في ثمن الوحدة رقم 7 مكسف ثابت بالعدد برضو كان فيه عندي مكسفين الواحد ممكن نكتبه بجنيه بجنيه ونص يبقى انا عندي كده ثمن الكمية هيبقى 3 جنيه رقم 8 سماعة ثلاثة قوم ثلاثة بوصة بالعدد الكمية برضو واحدة هي سماعة واحدة وتمن السماعة هنا هيبقى بكام هيبقى 5 جنيه ثمن الكمية هتبقى برضو 5 عشان هي واحدة بس طبعا لحد رقم 8 هنا كانت المكونات اللي موجودة في الدايرة قدامنا لكن فيه حاجات بقى احنا هنضفها يعني في اي دايرة الالكترونية انت هتيجي تنشئها لازم انت هتضيف حاجات اكتب العناصر اللي كانت موجودة فيك ايه؟ عندك كمان علبة بلاستيك او علبة البطارية يبقى انت الحاجات ديت لازم انت هتضيفها لوحدك في اي دايرة بتاعة مؤيسة انشاء اي دايرة الالكترونية بعد ما تكتب الخامات او العناصر اللي موجودة في الدايرة هتزود انت عليها الحاجات اللي قلناها دي نرجع تاني بقى كده يبقى نقول علبة بلاستيك مع علبة البطارية بالعدد واحد برضو واسعرها هتبقى خمسة جنيه يبقى ثمن الكمية خمسة رقم عشرة مقبض بلاستيك الوحدة بالعدد برضو والكمية واحد الثمن اتنين جنيه ثمن الكمية اتنين جنيه رقم حداشر كتعة بكسولين خمسة في ستة سنتيمتر ودي طبعا بالعدد واحدة السعر بتاعة اربعة جنيه يبقى ثمن الكمية اربعة جنيه سلك مفرد هنا بقى يبقى بالمتر السلك بنشري بالمتر انا هحتاج نصف متر كفاية المتر بجنيه يبقى ثمن الكمية نصف جنيه يعني خمسين قرش اخر حاجة هتبقى قصدير للحام ده بنشري بالجرام خمسة جرام خمسة جرام الجرام باربعين قرش يبقى ثمن الكمية اتنين جنيه كده انا كتبت كل الخمات اللي موجودة قدامي خلاص هبدأ اكتب بقى ثمن الخمات واجمع ثمن الكمية هتطلع كام تمانية وتلاتين جنيه ونصف كده انا كتبت ثمن الخمات هبدأ ازود انا بقى من عندي بقية المؤيسة كده المؤيسة ها اهو نكمل بقى كده من عندي ثمن الخمات هبدأ ازود ايه عندك العامل الفني هياخد فلوس قد ايه هيشتغل بالساعة الساعة اهو هيشتغل كمية قد ايه ساعتين الساعة ثمن الوحدة بتاعته بعشرة جنيه يبقى هو هيشتغل ساعتين فياخد عشرين جنيه يبقى نجي في خانته الاجور ونكتب عشرين جنيه تكاليف الاولية بنجمع ثمن الخمات زائد الاجور ثمانية وثلاثين جنيه ونص زائد عشرين يبقى ثمانية وخمسين جنيه ونص مصاريف غير مباشرة بنسبة عشرة في المية من التكاليف الاولية يعني التكاليف الاولية اللي هي الثمانية وخمسين جنيه ونص دي هنضربها في عشرة ونقسمها على مية هتطلع خمسة جنيه وخمسة وتمانين قرش التكاليف الانتاج يعني معناها نجمع تكاليف التكاليف الاولية زائد المصاريف الغير مباشرة تطلع 64 جنيه و 35 ارش الارباح بواقع 10% من تكاليف الانتاج يعني تكاليف الانتاج اللي هي 64 جنيه و 35 ارش هضربها في 10 وقسمها على 100 هتطلع 6 جنيه و 43 ارش اخر حاجة بقى التكاليف النهائية لانشاء الراديو الترانزيسور اللي كان قدامنا هنجمع الارباح زائد تكاليف الانتاج هتطلع كام 70 جنيه و 78 كرش اروح انا كاتبها باللغة العربية تحت افقتها نكتب كده فقط وقدروا 70 جنيه و 78 كرش بكده عملنا المؤيسة كاملة وكل انواع المؤيسات نفس الحسابات اللي احنا بنعملها بتفرق بس في ايه في الاصناف او الخامات اللي احنا بنحطها تعالوا نشوف مؤيسة تانية مع بعض بيقولك هنا احسب التكاليف الكلية لعمل مؤيسة تركيب هوائي للأقمار الصناعية اللي هو ديش هنا بقى مش جايب لك دائرة الكترونية لا دا جايب لك المواصفات بتاعة الهوائي الأقمار الصناعية او الديش جهاز ريسيفر وطبق 50 سنتي وحدة LNB ووصلة معدنية وسلك توصيل يبقى الحاجات دي هي اللي انا هحطها في الاصناف او الخامات في جدول المؤيسة نفسي تقسيمة الجدول مش هتتغير هنحط الاصناف على طول بسرعة يبقى جهاز ريسيفر بالعدد 8 الوحدة طبعا الروسيفر ممكن تكتب 200 جنيه 250 300 في انواع مختلفة 8 الكمية يبقى 250 تاني حاجة الطبق اللي هو الديش 50 سنتي بالعدد برضو الكمية واحد ب50 جنيه يبقى 8 الكمية 50 رقم 3 وحدة ال LNB بالعدد واحدة ب30 جنيه يبقى الواحدة ب30 رقم 4 وصلة معدنية بالعدد برضو واحدة ب25 جنيه وسلك توصيل اللي هو السلك بتاع الديش بالمتر هنعوز مثلا 10 متر المتر ب2 جنيه يبقى 8 الكمية 20 جنيه هضيف انا بقى من عندي جبس زائد اسمنت علشان يتم تثبيت الهوائي اللي هو الديش يعني طبعا بالكيلو جرام هنعوز 5 كيلو 8 الوحدة ب2 جنيه يبقى 8 الكمية 10 جنيه 8 الكمات هنجمعهم هيطلعوا كام اللي هو في 8 الكمية 385 جنيه نفس بقى الخطوات اللي بعد كده زي المؤيسة اللي فاتت هنقول اجور العامل الفني اللي هي اجور التجميع والاعداد العامل بيشتغل بالساعة هيشتغل ساعتين الساعة هنقول 25 جنيه يبقى الساعتين ب50 جنيه التكاليف الاولية هنجمع 8 الكمات زائد الاجور يبقى 435 جنيه مصاريف غير مباشرة بنسبة 10% من التكاليف الاولية يعني التكاليف الاولية اللي هي 435 جنيه هضربها في 10 وقسمها على 100 يبقى 43 جنيه ونص بعد كده تكاليف الانتاج هنجمع التكاليف الاولية زائد المصاريف الغير مباشرة هتطلع 478 جنيه ونص والارباح بنسبة 10% من تكاليف الانتاج يعني تكاليف الانتاج اللي هي 478 جنيه ونص هضربها في عشرة واسمها عالمية هتطلع 47 جنيه ونص اخر حاجة التكاليف النهائية لتركيب الديش هنجمع الارباح زي التكاليف الانتاج طلعت 525 جنيه و35 قرش هفقطها برضو تحت باللغة العربية يبقى نكتب فقط وقدره 525 جنيها و35 قرش ناخد مؤيسة كمان بتتكلم على اصلاح جهاز كمبيوتر وطبعا زي ما قلت من شوية ان بالنسبة لمؤيسة الاصلاح هو ما بيجيب لكش راس ما بيجيب لكش دائرة الكترونية بيجي برضو يقولك عند اختبار جهاز كمبيوتر مثلا وجد به الاعطال الاتية كذا وكذا وكذا يبقى الحاجات التلفة اللي هو زكرها في المؤيسة هي دي اللي انا هستبدلها وهي دي اللي هحطها فيه الاصناف او الخامات تعالوا نشوف مع بعض بسرعة كده بيقولك عند تشغيل جهاز كمبيوتر وتوصيله بالطيار اضاءة الشاشة ولكن لم تظهر اي رسائل عليها وبفحص الجهاز وجده الاتي تلف الباور ساب لاي بتغيير الباور ساب لاي وجده ان الجهاز لا يعمل الا بعد تكرار محاولة التشغيل اكتر من مرة وذلك نتيجة تلف دائرة تنظيم الجهد على اللوحة الامب طيب يعني معنى كده ان عندك في البداية تلف الباور ساب لاي يبقى ده هيتغير تاني حاجة قالك دائرة تنظيم الجهد برضو تالفة بتتكون من ايه تلت ترانزسورات من النوع مصفت يبقى دول هيتغيروا وكذلك اربع مكسفات الكتروليتية اللي اربع مكسفات برضو هيتغيروا احسب التكاليف الكلية لعمل مؤيسة اصلاح هذا الجهاز على طول نروح عاملين جدول المؤيسة الحاجات التالفة اللي ذكرها في المؤيسة هكتبها في الاصناف على طول او تمن الخمات يبقى او في الخمات يعني وحدة الباور ساب لاي اللي هو مصدر التغذية بالعدد الكمية واحد هنقول تمنه 75 جنيه يبقى تمن الكمية 75 رقم اتنين قالك ترانزسورات من النوع مصفت برضو بالعدد الكمية كانوا تلت ترانزسورات ترانزسور الواحد كان هنقول ب4 جنيه يبقى 3 ف4 ب12 رقم 3 مكسفات الكتروليتية مكسف كميائي يعني 1000 ميكرو فراد بالعدد برضو كان 4 مكسفات تلفين يبقى 8 الوحدة المكسف يعني الواحد ب2 جنيه يبقى 8 الكمية 8 جنيه رابع حاجة هضيف قصدير للحام بالمتر ممكن نقول ربع متر او ممكن اقول بالجرام واقول 5 جرام كفاية المتر ب4 جنيه يبقى الربع متر بجنيه 8 الخامات هنجمعهم 8 الكمية يعني نجمعها يطلع 96 جنيه العامل الفني هياخد هيشغل بالساعة ساعة واحدة ب30 جنيه يبقى الأجور هتبقى 30 تكاليف الأولية هنجمع 8 الخامات اللي هو 96 زائد 30 هتطلع 126 جنيه وبعدين مصاريف غير مباشرة بنسبة 10 في المية هتطلع معايا كام 12 جنيه و60 قرش تكاليف الانتاج حجمع التكاليف الأولية زائد المصاريف الغير مباشرة هتطلع 138 جنيه و60 قرش الأرباح هنا بقى الأرباح مش هقول 10 في المية لان التكاليف الانتاج طلع مبلغ صغير اللي هو 138 جنيه طبيعي مفيش مركز سيانة هيشتغل ويصلح جهاز كمبيوتر وفيه الأعطال دي كلها عشان ياخد 10 جنيه ولا 15 جنيه مكسب فهنا الأرباح نقدر ان احنا نزودها خليها بنسبة 50 في المية أو 100 في المية فيبقى الأرباح هتطلع 138 جنيه برضو و60 قرش تكاليف النهائية لإصلاح جهاز الكمبيوتر هنجمع الأرباح زائد تكاليف الانتاج تطلع 277 جنيه و20 قرش وفقطها بالعربي برضو تحت زي ما تعودنا يبقى فقط وقدره 277 جنيه جنيه و20 قرش آخر نوع من المؤيسة وآخر سؤالها يبقى معنا عمل مؤيسة مؤيسة تركيب إذاعة كاملة داخل مصرح مكوناتها بيكتبها لك برضو إيه الحاجات المطلوبة مكبر إلكتروني 80 واط بالعدد 2 وسماعة 4 سماعات صندوق خشب لزوم السماعات وحامل ميكروفون ميكروفون كريستال بالعدد 4 ولوحة توزيع بالعدد 1 وسلك شيلد لتوصيل الميكروفونات بالمتر عايز 50 متر وشريط لحام بالعدد 2 طبعا الحاجات اللي هو ذكرها دي هي اللي هكتبها كلها في الجدول بتاع المؤيسة عندك الجدول بسرعة كده في دقيقة الأصناف كلها نروح كتبينها المكبر الإلكتروني طبعا بالعدد أنا عندي الكمية 2 8 الواحد هيبقى 400 جنيه عشان دي أجهزة هتبقى غالية شوية يبقى 8 الكمية 800 الميكروفون بالعدد 4 ميكروفونات الواحد بخمسين يبقى 8 الكمية 200 جنيه حامل الميكروفون عايز 2 8 الواحد بعشرين يبقى 8 الكمية 40 السماعة 4 سماعات الواحدة باربعين جنيه يبقى 8 الكمية 160 صندوق خشب بالعدد الكمية 4 8 الواحدة 10 جنيه يبقى الاربعة باربعين لوحة توزيع خاصة للتوصيلات بالعدد برضو واحدة الواحدة بخمسين جنيه يبقى 8 الكمية 50 وسلك بالمتر المتر بجنيه 8 الواحدة يبقى 50 جنيه شريط اللحام باللفة 2 عايز لفتين الواحدة بخمسة جنيه بقى الاتنين بعشر أجمع على طول 8 الكمية عشان أطلع 8 الخمات طلعوا 1350 جنيه هحط بقى عامل فني العامل الفني هنا بيشتغل بالساعة طبعا عشان يركب الأجهزة دي كلها عايز يوم كامل فهنقول 10 ساعات هياخد في الساعة 20 جنيه يبقى 200 جنيه هزود كمان عامل مساعد في مؤسسات التركيب اللي بنركب فيها أجهزة وتوصيلات محتاجين عامل مساعد بالساعة برضو 10 10 ساعات بس هياخد 10 جنيه في الساعة يبقى 100 جنيه خلو هجمع الأجور العامل الفني والعامل المساعد هتطلع 300 جنيه وبعدين أكمل بقية الخطوات بسرعة التكاليف الأولية هنجمع الأجور زائد 8 الخمات 1650 المصاريف الغير مباشرة 5% 82 جنيه ونص تكاليف الإنتاج هجمع التكاليف الأولية والمصاريف الغير مباشرة طلعت 1732 جنيه ونص الأرباح بواقع 10% من تكاليف الإنتاج يبقى 173 جنيه و25 كرش تكاليف النهائية لتركيب إزاعة المصرح هجمع الأرباح زائد تكاليف الإنتاج هتطلع 1975 و75 كرش وفقاتها زي بقية المؤيسات اللي احنا خدناها وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة وعملنا مراجعة شاملة في الحلقتين بتاعة النهاردة والحلقة اللي فاتت على مادة التخطيط وإدارة الانتاج تابعوهم ولو في حد ما شافش الحلقة اللي فاتت في التلفزيون ممكن تشوفها على اليوتيوب على القناة بتاعتنا قناة مصر للتعليم الفني وربنا يوفقكم وتابعونا في الحلقات اللي جاية وإن شاء الله أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر